موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم في الحلقة الماضية قلنا أنه لابد من التكسير أو القصف في الجدران بطريقة احترافية وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا بمعرفة عدة أمور أولها أبعاد التركيبات الكهربائية يعني على سبيل المثال العلب المستخدمة العلب هاي بيسموها 7 في 7 وهي بالضبط 72 مليمتر في 72 مليمتر بعمق 35 مليمتر إذا كانت مفردة أبعاد لوحات الكهربائية المواسير هاليا 20-25 هذه المعلومة ضرورة معرفتها قبل البدء في تنفيذ التأسيزات في الجدران اثنين الارتفاع العمودي للنقاط الكهربائية عن مستوى التشطيب النهائي عن الفنشت فلور ليفل وهذا ذكرناه بالتفصيل في الحلقة الماضية أيضاً البعد الأفقي ما بين التركيبات الكهربائية والأمور المدنية يعني على سبيل المثال مفتاح النارة أنه يكون على بعد 20 سنتيمتر من حلق الباب 15-20 سنتيمتر بعد ما يتم معرفة هذه الأبعاد كلها أبعاد التركيبات الكهربائية الارتفاعات العمودية والأفقية نروح نرثم على الحائط العلب المواسير بالأبعاد الدقيقة جداً حتى ما نكسرش أكثر من اللازم أو أقل من اللازم وبعد ذلك بتم القص عن طريق الصاروخ ضرورة استخدام الصاروخ أو الجرندر الابتعاد عن الشاكوش والإزميل لأنه هذا كما أسلفنا سابقاً في الحلقة الماضية ممكن يؤدي إلى تدمير القوة الاستنادية للجدران وممكن نضبط عن طريق الدريل وعن طريق الزميل والساكوش لضبط الأبعاد النهائية لهذه التركيبات الكهربائية من الأمور التي لا بد من الانتباه إلها أثناء التنفيذ للتأسيسات في الجدران مواسير المياه إذا كان في عنا على سبيل المثال مواسير مياه مرة في الجدران يجب أن نتأكد أن هذه المواسير جاي تحت المواسير الكهربائية أيضاً لا بد من الانتباه أنه لما نركب هذه المواد الكهربائية مثل العلب اللوحات وغيره أنه تكون بارزة تقريباً واحد سنتيمتر عن الجدار لأنه راح يجينا الانكسارة أو الياسة اللي في النهاية راح تسوي مستوى هذه التركيبات مع مستوى الجدار النهائي وبالتالي أيضاً مهم جداً ننتبه أنه هذه تكون بارزة بمقدار واحد سنتيمتر أيضاً من الأمور اللي لابد الانتباه إليها أنه مواسير الكهرباء نفسها هذه المصنوعة من مادة البيوفيسية ملساء ناعمة وبالتالي إذا وضعناها داخل الجدار وحطينا عليها المونة الاسمنتية بعد فترة ممكن يصير في شروخ في الجدران نتيجة ضغط هذه المواسير على الجدران لأنها مش ملتسقة بالمونة الاسمنتية وبالتالي يفضل أنه يتم استخدام مادة بسر ومادة ربط ويتم وضعها بما يسمى الطرطشة لجعل السطح الخارجي إليها سطح خشن ليتم تماسكه مع المونة الاسمنتية بشكل جيد وبالتالي منتلافى الشروخ أو الكراكس اللي ممكن تحدث مستقبلاً أيضاً من الأمور المهمة جداً الابتعاد عن منطقة التقاء العمود بالجدار وهذه عادة بتم علاجها من قبل المهندس المدني بأنه بتم وضع شبك معدني ويسموه شبك البقلاوة على شكل البقلاوة الجاي لأنه معامل التمدد للجدار غير عن الاسمنت العمود الاسمنتي ولذلك يفضل أن نبتعد عن هاي المنطقة هاي المنطقة ضعيفة معرضة مستقبلاً للتصدعات والكراكس أيضاً من الأمور المهمة أنه نحاول قدر الإمكان المواسير اللي نازلة في الجدران تكون عمودية وبالتالي بعد انتهاء البناء يمكن استدلال على أماكن هاي المواسير من معروف يعني أنه فيه مسورة نازلة بشكل عمودي عند النقاط الكاربائية سواء كانت مفتاح إنارة أو سكت أو غيره أما إذا تم تمديدها بشكل أفقي فممكن تكون معرضة أنه مثلاً يضربها مسمار نتيجة تعليق لوحة على الجدار أو الدريل لكن أحياناً لا بد من تمديد بعض المواسير الأفقية يراعى أنه نقلل هذا التنبيد الأفقي قدر الإمكان لكن الابتعاد بشكل كامل عن تمديد المواسير بشكل مائل هذه مستقبل نستدل على أماكنها وبالتالي تكون معرضة للضرب بمسمار أو بدريل أو بتركيبات مختلفة مثل رفوف أو غيره في الحلقة القادمة إن شاء الله رح نتكلم عن التأسيسات في الأرضيات تنبيد المواسير في الأرضيات